موسيقى أسعد الله ووقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا ورحبا بكم جميعا إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد مشاهدين الكرام يقولون عنهم إنه ميدان تربوي شريف تتبارى فيه الجياد الأصيلة خدمة للوطن وتنمية للمجتمع شمعة فرح تضيء الدرب للجيل وتهديه السبيل هذا ما يقوله بعض المثقفين والكتاب عن الكشافة فماذا يقول الكشافة عن أنفسهم في حلقة اليوم برنامج المشهد مشاهدين الكرام سنحاول أن نتعرف على هذه الفئة فئة الكشافة على أدوارها وأهدافها وأعمالها سنتحدث معهم عن العمل الكشفي في موريتانيا وعن دوره في ساحة الثقافية والتطوعية ويسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع إبراهيم منية رئيس الجمعية الموريتانية للكشافة والعمل الطوعي أهلا وسلم بك أهلا وسلم أهلا وسلم أهلا وسلم شكرا سيلا على تباية الدعوة طبعا لعلى المشاهد الكريم أستاذ إبراهيم يعني لا يعرف كثيرا عن الكشافة وعن أدوارها عن عمل الكشفي بشكل عام لو بدأنا بسؤال يعني منهم الكشافة أو ماذا يقدم يعني كيف يقدم الكشافة أنفسهم للمشاهد وليد الشمهور بشكل عام بسم الله سبحانه وتعالى بداية الكشافة الكشافة هو متطوع وهذه تربية عند الكشافة أنهم يربوك على الواجب تجاه الله تبارك وتعالى واتجاه الآخرين واتجاه الذات دائما الشعار عندهم رائع هذا هو تحية الكشفية الله تجاه الله يربوهم على تربية 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 الروحية وتربية مليا للآخرين معنا تساعد الآخرين تتطوع للآخرين تبدل من أجل الآخرين وتكونهم لذاتك فكريا وتربويا وجسديا تربية ذاتك هذا أحساس ما يدعى الكشافة إذن هذه الكشافة يعني ما هي الوسائل التي تتخذها الكشافة لهذه الأهداف التي ذكرت الكشافة عندها كثير من الأمور والوسائل التي تقوم بها وطبعا تختلف مجتمعنا يبدعون ما سائد فيه ثقافة الكشافة ثقافة الكشافة وهي من الرواس ومن الأمور الاجتماعية والثقافية حتى لا تجعل فهم الكشافة كشافة في العالم الآخر نقول عنها في العالم الآخر عندهم خيمات التربوية تتكون فيهم الفرد على الأمور التي قلنا الواجب تجاه الله وتجاه الآخر وتجاه الذات وبالتالي العيش في الخلاء هم عندهم أعروفها الخيمة الكشفية عندهم خيمة خاصة بهم عندهم لوازم خاصة بهم حتى عندهم رموز أو كدات خاصة بهم عندهم رموز إذن الصفارة مرة واحدة ويتقطع هذا رمز عنك تجتمع عن الصف يصطف عندهم أمور خاصة بالكشافة وهي مخيمات كيفتلك وهي من أهم الأمور التي ركزوا عليها مخيمات كشفية نعم مخيمات كشفية فهم قاعد الحركة الرائدة وهنا هم مريتان الكشافة في المرشدات عاقب لهم قيسين تركيا ماضين فيها سبعين كان عندهم فمات إياها كان عندهم مخيم مرحلة مخيم الله الحمد لله عودتهم السلام العيش في الخلاء أنتني تعيش في الخلاء معناها تتدرب على العيش في الخلاء وثاني فهم فطرة بشرية تشبعها تشوف المناظر الزينة تشوف الطبيعة الخلاب المناظر هذه مهمة في إشباع الفطرة الذاتية الإنسان يريد يستكشف الإنسان يريد الجديد والتعود على الحياة الخشنة التعود على الحياة تشبع رقعة مثلا كيف تشبع العقار الثعابين مثلا تعود على الحياة الخشنة مرة خصة كلمة مرة أنت أزمة تعرف لا يتعدل ودائما كشاف عندهم أفكار بسيطة يعدل منها يحل منها المشاكل الكبيرة الاعتماد على النفس وتنمية ملي الخدمة العامة تفهم تدرب تفهم صف منتظيم إن قال لك مرتب منظم ومعروف ومضبوط بضوابط وبالتالي ينمي فيك خدمة العامة خدمة الأخ خاص هما عندهم فئات عندهم تقريبا 7 سنة معانا تختلف تحديث عندهم مراحل يعني عندهم مراحل نعم ربما نعود لها أي العمال دائما بعد ما يتدرب الكشاف في هذه المخيمات وفي هذه الأشياء بشكل عام ما المطلوب أنه خارج هذه المخيمات الكشاف أنه قبل تجارب هذه المخيمات وخارج هو كشخص في المجتمع ما المطلوب منهم ما الدور الذي يمكن أن يطلع بها الكشاف داخل المجتمع داخل المجتمع هذا يعود عنده دور عنه أن يكون ذاته معنى أنه قادر على خدمة المجتمع وأنه قادر على خدمة المجتمع معنى أنه لا يقوم مساعدة الآخرين في الأمور التي دائما الاجتماعية غالبا وبالتالي هذا ينمي خدمة للآخرين يساعدهم وبالتالي دائما تعود الأمور التي فيها أزمة اجتماعية مثلا على سبيل المثال موريتاني يقسع وراء العقد الذي كان معدل مع شركة التنظيف بيزر نخل العقد عاد عندها مشكلة في ذلك ينقال النظافة يقسع الكشاف الذي كان موريتاني يقسع القيادة العمل الكشاف يقسع فكرة بسيطة التنظيف فكرة بسيطة يقسع عقب ضوها عقب دخلة الإعلام ويقسع الوزير ويقسع رئيس الدولة يقسع وبالتالي الأمور الخدمية التي فيها أزمة في المجتمع هي التي يركز عليها وتائما حلوها بأمور بسيطة وبالتالي يعود قادلا على خدمة الآخر ينمي فيهم خدمة الوطن وحب الوطن وعمل من أجل بناء هذا الوطن نعرف هناك مثلا ما الذي يميز الكشافة عن الإنتية الثقافية والرياضية هناك إندية ثقافية هناك إندية رياضية ما الذي يميز الكشافة عن مثل هذه الإنتية و هذه الروابط نريد أن نفهم كثيرا الكشافة تهدف عنها تبرز بالتميز النفس والبدن والمهار عند الأفراد الأفراد فعلا ويقعدوا في الثقافة وكشاف لكن الكشافة عندها نظام عالمي خاص بها عندها نظام عالمي خاص بها عندها مراحل محددة عندها برنامج عندها قانون داخل عندها نظام أساسي عندها قواني تحكم في العالم العربي وفي العالم وكل إقليم يمثل إقليم الإفريقي الإقليم الآسوي يكون العرب عندهم استثناء مثلا للأسيا وإفريقيا يمثلوا الإقليم العربي وفي أروح عندهم قيادة عالمية عندهم قيادة عالمية وهي ملي مراحل هي قيادة في المراحل وعندنا هنا تياه موريتان قيادة العامة القيادة العامة الكشافة وعندهم تعاون مع الأقالم الأخرى عندهم رحلات فتعدلوها وعندهم اجتماعات وعندهم قانون يحكمهم وحتى عندهم ضوابط وعندهم رتب حتى الكشافة عندهم رتب عندك رتبة معينة القيادة رتبة كبيرة وعندك رتب بدون ذلك عنده لباس خاص حتى الألوان من في اللباس وموقع الكشاف ينقل قايد مثلا لا لا هم مراحل مراحل جدا مراحل مثلا المراحل من 7 سنوات إلى 11 سنة مع الاختلاف العمر عيان تزيد سنة من عند 7 سنوات إلى 11 سنة ينقل الأشبال والله ينقل مزاهرات ومن عند 11 إلى 13 هذا عاد ينقل الفتيان ومن عند 14 إلى 16 إلى 17 ينقل متقدم ومن عند 17 فما فوق ينقل ينقل مجوالة ودائما الكشافة يبغى التركيز قايد منين قايد من من عند 18 إلى 26 وتكوين القادة وبالتالي عند 18 سنة إلى 26 سنة دائما يركز على تكوين القيادة الكشافة التي يريد أن يكون قيادة متميزة في العمل الكشفي دائما يركز عليها من 13 إلى 18 هذه مرحلة مهمة عندهم في تكوين القادة وقيادة تكون عند 18 26 التي تكون في مرحلة تعقب الله تتقدم لأن تعود القايد معناها يحدث عنده فريق قايد والله رتبة الحق عنده فريق مجموعات تابعين له وعند اسم الملي فيهم العريف وعند عندهم تفصيل نحن حالا كجمعية وإذا المجال نزل جديد فيه أصلا عندنا الخبر المجال الطوعي وبالتالي في ذلك فترة مركز على الجانب الطوعي المجال الطوعي أكثر من كشافة طبعا ندخل تقريبا في الجمعية التي ذكرت الآن وهي المشاريع المستقبلية عندكم في هذه الجمعية وما تطمحون من خلال تأسيس هذه الجمعية بشكل عام طبعا الطموح واسع الجمعية طبعا وليدة ناشئة يا الله لا نستفاد من الخبرات التي سابقنا ونحن مولي الله تحت الإشراف والتوشيهات للقيادة العامة الكشافة وبالتالي نختير النموذي المهارات نختير نرفع بالكشافة في وطننا الحبيب نرفع به إن شاء الله نقطع به مراحل في الكشافة الكشافة تعود تقبض تقبض صبغتها التي يعالله تقبض الكشافة ما تدخل فيه الأمور الإخراج كيف الأمور السياسية وبالتالي خلقت اسمه هنا بالكشافة الموريتان وهي خلقت في دخل الأمور السياسية ودخل المشادات ودخل هذا لأننا نحن تعود ترفع من شأن هذا الوطن الحبيب وننساه مفتن لتوفه رافع من شأنه إن شاء الله تعالى يعني لماذا يعني الزخم الكشافة هنا في موريتانيا زخم محدود نكاد لا نسمع مثلا عن نشاط كشفي أو مخيم كشفي يعني ما السبب يعني الأسباب التي ترجعها أنت لهذا لكن نكاد لا نسمع عن الشطة كثيرة للعمل الكشفي بشكل عام هنا في موريتانيا والله صحيح لأن هنا في موريتان على ما أعتقد خبرتي طبعا قليلة ومحدودة جدا في المجال لكن هنا فيها الجمعية الحركة الكبيرة في موريتان القيادة العامة الأستاذ البكاي وذلك جمعية تحت هيسر مجموعات وتحت هيسر من تابع الهياسر من الزنار فراق وبتالي هي جمعية واحدة حكما في موريتان جمعية واحدة يقار تابع الهياسر فروحها ممتدة عند تمثيل في الداخل وعند تمثيل في كل ولاية هنا بل كل مقاطعة في النواقشوط عند طابع رسمي عند طابع رسمي لا لا عند طابع رسمي وتعاون معها بشكل رسمي وعندهم ملي مثلا تأثير ملي في الساحة لكن نظرا عدم اهتمام الواطني بهذا المجال وعدم فهمهم وعدم ارتباطهم به قدوا عدوا معهم سامعين به تعدى الياسر من الأعمال هنا في موريتان الأزمة كيف كنتك اسمت باريتيك الساعة النظافة هي اللي حلت مشكلة تلك الساعة أفكار بسيطة عندك عندها 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 عالم العربي والإقليمي وحتى العالمي علاقات علاقات واسعة وامتداد تمثيل وتمثيل ووازن عليهم وليلا يعد عندهم تمثيل ما هو بعيد الشرع القادم والله إن شاء الله وتعالى وانتم مثلا تعتبرون رأسكم جزء من هذه المنظومة من هذه الجمعية ولا جمعية مستقلة لا لا هذه جمعية مستقلة عندها ترخيصها المستقل وذلنا فيها سنم الجهود وفترنا في حد وثاله جمعية مستقلة تماما لكن حكم النشئ هي مستعدة لتنطوى تحت إرشادات وتحت تحت تدريبهم وطلب نقاع منهم عدت لقاء مع القيادة العامة عدت معها لقاء شخصي طلبت منه لقاء واجهت في المكتب وبدأ استعداد وعلى رحب السعة والتالي نحن لا تحت مثلا إرشادات وتدريبات مهمة عندنا جدا نستفاد منها ويا الله تكشافك تعد عمل خدمي في الصيص وحد موظف وياسو ما هو موظف لكن الجانب الطوعي يعني لا ناس لا موظفة تخدم وطنها عد ما هو الأولوية المردودة المالية عد ما هو خدمة طوعية مقدمها الشخص الكشاف من نفسه وبالتالي مواسعا بإذن الله في القادم للأيام إن شاء الله تعالى الذي عد ما أتيها عمل أكثر وأوسع للكشاف إن شاء الله تعالى بتعاونه مع القيادة العام إن شاء الله يعني بالكشافة بشكل عام وبالعمل الكشفي في موريتانيا اهتمام رسمي بشكلت بشكل ayو اهتمام رسمي فم اهتمام رسمي لا شك Active أنه لا اهتمام رسمي عد فم اهتمام من موضوغ aman من جهة المنظمات و72 هذه المنظمات دائماً مهمة عندها منظمات الدولية منظمات الدولية منظمات المحلية حتى فم اهتمام رسمي لكن من مواطن من نفسه والله من الشعب من نفسه ما فهم اهتمام ما فهم جعر merci ما فهم معي به كيف يحدث الثقافة التي تخص المجتمعات والرواسب قاموا علاقة ولليس لا فهم معي من التالي العبvoir quien لا سأساعدهم هذا الوعي تشت tokKK ساعاء على شرطف لم تتحمل مسؤول Polski دي لتتتوضع الناس من الوحيد اهنى بادينا مثلا نتحدث جزء كبير naar المسؤول problema وحاملهم ملي على عواتقنا وإن شاء الله أمولي اللاندور إن شاء الله نسيم فيهم مسألة مسألة تقنعني بعمل معين وبأهداف معين مسألة أن المواطن ربما لا ينتظر أنه لا يمكن أن تتظروا المواطن أن يجيكم ويقتنع به أنتم نعم نعم نبدأ نقرم المواطن نبدأ نعدل زيارات نشرحوله هذا نشرحوله ونعوه به ونثقفه فيه ونقنعه به بالمحاورة والعمل أساسي في العمل الكشفي قد نقرب الخدمة من المواطن إن شاء الله ونزيد وعيه تلقائيا دور تشوف الناس يقدموا عليه مجال مهم ومجال لا شك عنه عالمي والناس لا تشارك فيه يقال لا بد أن تنفهم الصبغة الكشافة على الكشافة الإقبال بشكل عام الشباب على الأقل شباب الشباب الإندية الثقافية والرياضية خارج عن المواطن العادي هذه النقطة أشترعوا به عندكم تعاون مع الإندية الثقافية والرياضية لا، فإن إقبال خاصة الناس الرياضية والناس التي واعية شوي وخاصة التي لديها نوادي وعند جمعيات واعية شوي وهذه النقطة لا يقبل لكن nós لم تتجلنا الساحة بشكل أوسع وبشكل مثل المدروس وبشكل منفتح على الناس والتالي لا نعرف أنه لا يوجد فهم استعداد للتعاون ولا شكرا عن مجموعات أخرى مهتمة بالكشابة ما هي جمعيات تلود لحد تنخرط معه في العمل الكشفي لا شكرا عنها موجودة لكنه نحن ما فتنا توفر تخلنا عليه تحدثت طبعا عن مشاركات الخارجية للفراق الكشفية برأيك على أي أساس مذنى يتم اختيار المشاركين الفراق في الخارج الله أعلم الاختيار ما فتنا ما فتنا مثلا مثلنا ولا شكرا ما شاهنا سنعود لا اختيار تابع للنظام القائم في الكشافة النظام العالمي على أساسه لا يعدهم اختيار فهم معايير طبعا لا تعود بالقانون طبعا لا بدها تعود معايير لا بدها تعود فيما تياها مثلا خطوط مرسومة ولا بدها تعود حتى عنهم ولي مثلا تمثيل يمثل جمعية لا هي الدرسات يقعد تمثيل رتب كما قلنا رتب والله تمثيل مثلا فئة معينة هي اللي لا يتمشي عادة تمثيل يعود مشاركة يعود تعاون ذلك على حسب القوانين اللي تحكمه هو اللي ما فتطلعت عليها تعود تحكمه وتعود هي اللي طبعا لا عود فهم معايير لا شك وهي يعني مشاركة تطبعها نوع من ذلم من تنافس مشاركات الخارجية والله فقط مخيمات تدريبية يستفاد منها في المشاركة طبعا طبعا تنافس وفعلا فيها مخيمات كيف تلك وفيها برامج تكوينية كيف تلك تكوينه حتى نقول مثلا التكوين أول اتجاه الله تعالى لا يعود عن تلمخيمات يقررهم صور من القرآن أحاديث قصيرة تربية روحية تجاه الخالق تجاه الله تبارك وتعالى عودوا من يربهم على شمال الأمور من تدريبات وتكوينات على الآخرين وتكوينات الذات من الممارسات وبالتالي دائما هذه هي الشعار الكشافة والله تحية الكشفية على الأصح هي اللي ربوا عليها في المخيمات طبعا من منافسة به اللي كشافها في العالم كامل يقول يا الله عودوا من يمشي ناعات العمل القائم به تجاه وطن كل حال لا يفتخر بطنه لا يفتخر بتمثيل الوطن وخدمته الوطن وتنميته للوطن وبالتالي لا بد تعد في نوع من المنافسة طبعا المنافسة طبعا الشريفة اللي هي اللي الله تعود وهذا هون حضور موريتانيا في المحافل الدولية الكشافة بشكل عام نعرف أنكم جديدة ربما في المجال لكن أكيد عندكم طلاع ربما وعندكم هذا كيف تقيمون حضورهم في المحافل الدولية حتى من ناحية المنافسة حتى من ناحية مثلا هل هناك جوائز مثلا حصل عليها والقعب وشير منها القبيل لا حصل عليها جوائز طبعا تمثيل موريتان كان لا تمثيل معقول طبعا كيف قدت جمعية جديدة وقصف النظر في مساحة خاصة تمثيل الدولي والتمثيل هذا يمعد ما عندنا عنه ما عندنا عنه مثلا باعا قد تكلموا بي عنه لكن طبعا لا يتعود موريتان حسب شباري مع القيادة لا عندهم قدر من تمثيل وقادة من جوائز التي حصل عليها في كوريا كان تمثيلهم جيد قطعا نحن نعود إلى بدايات مثلا عمل الكشفي هنا في موريتانية مثلا عندك شوية تارية يعني أنت تطلق هنا أنت بدأت بدأ الوعي به مثلا على الأقل على مستوى الناشطين فيه بشكل عام حسب 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 جبرت من القيادة العامة سابكة عنه ناتيها قطعا شوى ربعين العمل الوعي به بدأ فيه قطعا ألف وتسعمائة شوى ربعين قبل الاستقلال قبل الاستقلال بدأ فيه وعي شوي فيما وحدين مشاوا قبل تدريبات في الخارج وفم فم 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 بدأت فيه منافسة في الاستقلال حزب الدولة يكساعة زمن المؤسس مختار رحمه الله بدأت يكساعة فيها مثلا الحزب هامو يتابع له مجموعة الكشفية يستغلها طبعا يقعد لها استغلال أمثل والله استغلال أحسن الله أعلم يقال من فماتيها بدأت بدايات بواكر الاستغلال نعم بدأت من فماتيها بدأت فماتيها في السبعينات وبدأت فيها فيها توظيف خارج الصبغة توظيف أحزاب وحزب هامو يوظف وحزب ماتيها يستفاد أصحابه في المشاركة كيف قلت المشاركة معايير لا يوجد معايير لكن حزب هامو صاحبه مجموعته التي تجبره يوجد نوع من الصراع كيف كبير ذلك الصراع وعقب وعقب 84 دخل المرشدات 86 دخل المرشدات ملي المهم في ذلك الفترة القيادة العامة حال الموليتان انسحبت في ذلك الفترة لأن الكشافة لم تتعطي على وضعها طبيعي خلقت مرحلة انتقالية السحبت من نهش القيادة العامة الأستاذ بكاين انسحب من العمل الكشفي الموجود أنا ذاك وقيادة العامة الشخص قيادة العامة ورطبة الآن القيادة العامة الكشافة الموليتانية انه هو القيادة العامة انتخبوا انهارات 22 دجامبر 2023 جدوا لثقة وبالتالي هو الرمز الكشافة في الموليتان يتعنوا الأستاذ عنه سحب وعقب مولي فترة انتقالية 96 على ما أعتقد طلبوا وارجع وكردها مثلا كردها مثلا حقيقية مثلا اضع لها معاييرها وعرد الكشفية الكشافة صبوتها الكشفية ما فم استغلالها سياسيا مهم لا معايير الكشافة حاول ليعود بذل فيها جهد جهيد لكن تقدمت معاهلين وصلت المرحلة التي فيها حالا مع أنه قدر من الضغطات وقدر من تدخلات وقدر من عدم الانضباط من الناس التي كانت تدرب وعندهم حساسية وعندهم حد كبير يدربك واحد يسقر منك حتى انضباطك في الصف وحتى هذا خلقت منه حالات لكن بعد عقب الله ما زال قاعد القيادة وماشي بيهم ولي القدام وعاطيها وقت وجهده سأل الله لنا وله توفيق الشعب طيب أنتم الآن جمعية وديدة مثلا أنتم أظرك كجمعية قاعدة هم كانوا تفتحوا باب الانتساب نوعية عمل للجمعيات الكشفية بشكل عام هل يكتفوا بطاقة معين لا لا لديها عملية كتبت مع قد شوي فيها فيها هذا هو طبعا محبار السؤال السببتك عن قبيل المميز الذي يميز مثلا جمعية كشفية عن جمعية رياضية والجمعية ثقافية بشكل عام منذ الناحية طبعا عندها انتساب تفتح الانتساب لا شك عنده 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 مبلغ يقتطع المنتسب رسوم رسوم طبعا رسوم عنده رسوم الانتساب وبالتالي في النظام الداخلي هو اللي يحدد فيها طبيعة ذيك الرسوم وطبيعة الانتساب الملي وحد كامل الملي مهتم بالكشافة لا يتعاون معها في الإطار عنه متعاون ما هو منتسب المتسبين وحدهم متعاون حدهم حتى المتسبين لا يتقدموا يعقوا مثلا يجبوا دورات متسبين هم العملة التي عند الكشافة التي لا يتدربهم لا يتمشي بهم يتدرب كيف تلك المراحل التي يخطع عليها طبعا بطريقة خاصة مولي يفهم ياسر من انضباطات وياسر من تفاصيل عند الكشافة كشافة من انفسهم صعيب عليهم مثلا نعود واعي بتفاصيلها كامل يقير بعد نظام زين وعالمي ويا الله لنا نعود واعي بيه وعاطين وقتنا طيب يعني الوقت بدأ ينتعي كلمة أخيرة والله نصيح على ذلك وجهت جيد أنا عندي أهمية لعمل تطوع الأبناء للحركة الكشفية يتمثل تعزيز انتماء ومشاركة الكشافين في مجتمعهم وتنمية قدرات الكشاف ومهاراتهم الشخصية والعلمية والعملية ويتيح للكشاف التعرف على الثغرات التي تشوب نظام الخدمات في المجتمع ويتيح للكشاف ومالفرصة للتعبير عن أرائهم وأفكارهم في القضايا العامة التي تهم المجتمع ويوفر للكشاف فرصة تأدية الخدمات بأنفسهم وحل المشاكل بجهدهم الشخصية يوفر للكشاف فرصة المشاركة في تحديد الأولويات التي يحتاجها المجتمع والمشاركة في اتخاذ القرارات معناها المجتمع فمصة معوقات تعترض مشاركة الكشافة هي الظروف الاقتصادية السائدة وضعف الموارد المادية للمنظمات التطوعية بعض الأنماط الثقافية السائدة في المجتمع وقلة برامج التدريبية الخاصة بتكوين جيل جديد من المتطوعين أو ساق المهارات المتطوعين توصيات سا ينبغي إتاحة فرصة أمام مساهمات الكشاف المتطوع وخلق قيادات جديدة وعدم احتكار العمل التطوعي على فئة أو مجموعة معينة تكريم المتطوعين وتحفيزهم تشجيع العمل التطوعي في صفوف الكشاف مهما كان حجمه أو شكله أو نوعه تطوير القوانين والتشريعات لجمعية الكشاف والمرشدات النظمة للعمل التطوعي بما يكفل إيجاد فرص حقيقية لمشاركة كشاف اتخاذ القرار التحاصل العمل التطوع وخدمة التنمية المجتمع شكرا جزيلا لكم إبراهيب مني رئيس جمعية الكشافة والعمل الموريتاني الكشافة والعمل التطوعي والشكر وموصل لكم مشاهدنا الكرام على حسين الإصلاعي والمتابعة وإلا نرقاكم بحلقة أخرى من برنامج المشهد في أمان الله